السلام عليكم اليوم سنتجمنا إلى أدارة العام 5 أمام 5 لطالع 91 أموات ونسابل لتضايق أموات 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 الأموات يجب أن نعطي المال أ suo بقم أعني الأطلاع أوجه الأطلاع حيث ي Scream حتى نعمل أموات أموات الأموات أفتونا أموات أموات الأموات أول شيء نضع الأطلاع تحت الأطلاع نعطي الن blaming نضع الأطلاع تحت الأطلاع سننجد من قبل أن نفعل تحديد من قليل الان. مثال الآنный اكثر نفعل شغلة نضع البيئ تحت البيئة لدينا نفعل نفعل 10.41 يقوم برساعة 18.29 كيف نفعل ذلك؟ بالطبع أولا نضع البيئة تحت البيئة لأنها أفضل أو أن نضع البيئة تحت البيئة إذا جعلت البيئة تحت البيئة وقائلت البيئة تحت البيئة أرجع براتب باقي ديجية مثل بعض الذين لديه نفس المصدر يعني أنا عندي 0 هو الـ 1 والـ 8 هو الـ 1 أضع 0 فوق و 8 تحت أرجعت وضع الـ Point تحت الـ Point أرجع مثلا في الاتفال لدينا الـ 10 هو 1 بأول واحدة والـ 10 هو 1 بالتاني أضع 1 وتحت 1 من ثاني نوع أرجع الـ 100 الـ 1000 يعني أول ديجية بعد الـ Point هو 4 بأول number أضعه وأول ديجية بعد الـ Point بأول number هو 2 وهو الـ 10 أضعه تحت الـ 4 أرجع الـ 100 تحت الـ 100 يعني 1 تحت 9 من بعد ما رتبنا الـ 2 numbers نبدأ addition from right to left يعني 1 plus 9 equal to 10 أضع 0 والـ 1 لأنها هي 10 أرجع 4 plus 2 equal to 6 plus 1 equal to 7 أضع 7 ولكن أصل عند الـ Point ننزلها على الـ Answer من بعد 0 plus أرجع 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 0 plus 8 equal to 8 0 plus 8 equal to 8 من شيلو بصير عندنا الـ Answer هو 28.7 الآن بالنسبة للـ Subtraction الـ Subtraction نفس الشيء مثل addition To subtract decimal numbers we have to place the ones under the ones and the points under the points we start the subtraction from the right يعني عندنا 2 numbers 17.1 minus 10.5 أول شغلة نضع الـ Ones تحت الـ Ones الـ Ones من أول number هو 7 ونضع الـ Ones من ثاني number هو 0 ونضع تحت الـ Seven نرجع ثاني خطوة نضع الـ Points تحت الـ Points يعني هنا في عندي Points وعندي Points بحط الـ Points تحت الـ Points عندي 7.0 Points نرجع نرتب بقى الـ Digit بشكل كل الـ Digit عنده Class لتحته نفس الـ Class تحت الـ Digit يعني هنا قبل الـ Point لدينا 1 هو 10 وهنا لدينا 1 هو 10 نضع الـ One وتحت الـ One من ثاني تحت الـ Digit خلصت من أنتج الـ Part نذهب إلى Decimal Part لدينا 1 هو Tenses نضعه الـ Tenses من ثاني number هو 5 نضعه تحت الـ One نرجع نبدأ نقوم بعمل subtraction from right to left نبدأ from right to left مثل Addition 1-5 لدينا 1 less than 5 ثم نستغير نصر في عندي 76 ولدينا 11 نقوم بعمل subtraction 11-5 نضع 6 6-0 equal to 6 1-1 equal to 0 نرجع نقوم بعمل elimination لـ Useless 0 هنا 0 at right of the integer part is useless نقوم بعمل 0 of a decimal number by an integer page 92 يعني multiplication to decimal number by number which is no point with an integer he say the price of a math book is 6.9 dollars يعني حق المت الواحد 6.9 dollars the price of 4 books is is يعني إذا نجيب price لـ 4 books هو 6.4 times 4 طيب كيف نعمل الآن multiplication خطوات أول خطوة نعمل we do the multiplication without considering the point يعني نجيب نعمل 6.4 times 4 نعمل multiplication بدون ما نأخذ بها الاثبار وجود point يعني كأنه نعمل 64 times 4 بعتبرها مش موجودة بعمل multiplication عادي مثل multiplication اللي بعرف يعني كيف بعمل 4 times 4 يعطيني 16 هون عندي with held 1 برجع 4 times 6 equal 24 plus 1 equal 25 يظهر الانسر عندي 256 هون بدون point آخر شيء من بعد نعمل multiplication بدأ point كيف بحط it we put the point in the result so that there will be as many decimal figures as in multiplicant multiplicant هذا multiplicant 6.4 بدنا نحط point بقلب الجواب بشكل انه يكون عندي digit بعد الفاصلة عاد ما فيه بال multiplicant يعني هون multiplicant 6.4 في بقلب digit 1 بعد الفاصلة لازم الانسر يظهر بقلب 1 بعد الفاصلة يعني digit بس رقم 1 بعد الفاصلة فبيجي بحط point بشكل انه بس يظهر digit 1 بعد الفاصلة يبدأ من اليمين للشمال هاك بيطلع عندي 6 بس هون في عندي digit 1 بعد الفاصلة هون بيطلع 1 بعد الفاصلة واخر الخطوة بنعملها eliminate the useless series هلأ